بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه حلقة خاصة لشرح درس السقوط الحر وهذا الدرس هو مسودة فقط وقد تم التعجيل بتنزيل الحلقة استجابة لطلب بعض الطلاب والطالبات بتعجيل تنزيل الحلقة قبل اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من عام 1438 وسيتم حثف هذه الحلقة بمشاية الله وتبديلها بالحلقة التي نطمح لها بعد انتهاء الاختبارات بمشاية الله تعالى لو فرضنا ان امسكت ورقة وتركتها تسقط من اعلى العمارة وفي نفس الوقت تركت صخرة وتركتها تنزل في نفس اللحظة فهل سيصل الجسمان للارض في نفس الوقت هذا سؤال جدا مهم اذا كنا نريد اجابة السؤال حسب نظرية غاليليو فانهم سيصلان في نفس الوقت ولكن في الواقع والمشاهدة من المستحيل ان تصل الورقة في نفس الوقت الذي ستحتاجه الصخرة لان الصخرة ستكون اسرع اضعاف مرات من ورقة فستتاخر الورقة بسبب مقاومة الهواء لها للوصول الارض ولكن ماذا سيحدث لو فرضنا بان الهواء غير موجود يعني استطعنا تفريغ مكان السقوط من الهواء تماما جعلناه صفر فهل سيصلاني في نفس الوقت؟ نعم سيصلاني للارض في نفس الوقت وهذا ما قالته نظرية غاليليو فيما يخص سقوط الاجسام اذا نظرية غاليليو عندما اراد ان يدرس سقوط الاجسام افترض ان مقاومة الهواء للاجسام تساوي صفر وعليه فان دراستنا للسقوط الحر ستكون بان مقاومة الهواء تساوي صفر او ان الهواء غير موجود اصلا اثناء تحليل مسائل السقوط الحر ما هو السقوط الحر؟ سقوط الحر هو حركة الجسم تحت تأثير الجاذبية الارضية فقط لا غير وبإهمال تأثير مقاومة الهواء ماذا نقصد بهذا؟ يعني عندنا زي كده رجل نازل ساقط العادة طبعا تكون عندنا نحن مقاومة الهواء تعطي الحركة هذا الشخص وتؤخر من سرعة نزوله ولكن الآن سنفرض بأن مقاومة الهواء تساوي صفر وعليه فان هذا الشخص سيسقط سقوط مباشر وسريع وستكون القوة الوحيدة اللي عليه اللي هي قوة الجاذبية الارضية الى اسفل ولا توجد اي قوة اخرى لو كان في مقاومة الهواء لو وضعنا قوة اخرى وقلنا انها الى اعلى لها مقاومة الهواء ولكن هذه القوة غير موجود استنتاج غاليليو من دراستر السقوط الحر بان تسارع الجاذبية الارضية هو نفسه للاجسام جميعا وما يفرق معنا نوع المادة هي بلاستيك او حديد او صخرة او ورقة او وزن الجسم هو الف ميوتن ولا مية الف طن او الارتفاع الذي سيسقط من نوع نرميه من خارج الغلافة الجوي او من الدورة الاول او كون الجسم قد اسقط او قذفة يعني انت تركته ليسقط او رميته رمي جميع هذه الاجسام بجميع هذه المواصفات لها تسارع ثابت اللي هو يرمز له بالرمز جي ويسمى بستسارع الجاذبية الارضية ومقداره 9.8 صفر متر لكل ثانية تربية قوانين حركة بالتسارع ثابتة التي درسناها وهي في السرعة النهاية تعطينا السرعة الجدائية زائد التسارع في دلتة جميع هذه القوانين كل اللي هنسوي نحن هنبدل الا بحرف الجي وانتهى الموضوع لن نحتاج ان نذكر في المسألة التسارع نهائيا لان عندك دائما انت موجود عندك التسارع وهو مقدار 9.8 لكن السؤال المهم كيف نقرر بان التسارع موجب او سالب قبل ان نقرر هذا القرار احب اذكركم بان تسارع الجاذبية الارضية دائما لأسفل دائما لأسفل يعني لا تتوقع ان احنا حركة عندما كنا ندرسها ممكن يكون التسارع من اليسار اليمين ممكن يكون اليمين اليسار ولكن في ما يخص الجاذبية الارضية التسارع دائما لأسفل وعليه فاذا اخترت الاتجاه الموجب ليكون لأسفل يعني في نفس اتجاه التسارع عليه اذا تسارع الجسم فتسارعه موجب واذا تباطى تسارعه سالب وهذا الخير اللي ستختاره قناة ولا ابسط لتحليل مسائل السقوط الحر اما اذا اخترت الاختيار الثاني بان الاتجاه الموجب لأعلى عكس التسارع فاذا تسارع الجسم زادت سرعته يعني فتسارعه سالب واذا تباطى قلت سرعته فتسارعه موجب معلومات مهمة قبل البدء في حل المسائل زي ما انتم شايفين عندنا السقوط الحر ممكن يكون في اتجاهين يعني ان اقضي في الكرة تطلع وتجي نازلة وللمعلومات السرعة في اي مستوى هي نفسها يعني اذا كانت هنا السرعة خمسين هتكون هي نازلة ايضا خمسين اذا اطلقناها بسرعة مئة هتكون عندما تصل عند نفس المستوى هتكون السرعة مئة المعلومة رقم واحد بان التسارع دائما موجود ولأسفل حتى ولو كان الجسم متوقف يعني عندنا الجسم عندما يصعد سيتوقف هنا في اعلى نقطة هل التسارع هنا يساوي صفر ابدا التسارع دائما موجود ومقداره 9.8 كيف التسارع موجود والسرعة صفر كيف لان نقول ان التسارع اما ان يزيد السرعة او يقلل السرعة او يغير اتجاه السرعة وهو الذي حدث هنا تماما اللي سوى انه غير اتجاه السرعة كانت السرعة لاعلى فبدر التسارع عليها واصبحت اتجاه السرعة لاسفل المعلومة الثانية انه اذا طلب الارتفاع الذي سيصل اليه الجسم فاجعل السرعة نهيئة صفر لانه اذا كان هذا المطلوب هو من الارتفاع من هنا الهنا الذي سيصل اليه جسم فاذا اعلى نقطة حتكون فيها السرعة تساوي صفر ولكن التسارع لا يساوي صفر اذا طلب منك الزمن الكلي او المسافة الكلية يعنيش المقصود بالزمن الكلي والمسافة الكلية يعني زمن الطلوع وزمن النزول او مسافة الطلوع ومسافة النزول فيجب انك انت عندما تستخدم المسائل بعد ما تخلص تطلع الزمن عن طريق القوانين تضرب الناتج في اثنين ليش اضرب الناتج في اثنين لانه قوانين الحركة بتسارع منتظم تدرس الحركة اما في اثناء السقوط او اثناء السعود فقط لا غير ولكن عندما يطلب الزمن الكلي فانا هحسبه اصلا بالقوانين ساقوم بحسابه للسعود فقط ثم احتاجه للزمن الاخر فاروح اضربه في اثنين ليكون الزمن كامل او المسافة اذا طلبها كلية نطلق في حل المسائل مسألة رقم 41 اسقط عامل بناء عرضا قطعة قرميد من سطح البناء بما انه اسقط هذه الكلمة جدا مهمة وكلمة اسقط يعني انه عندي الفي الابتدائية تساوي صفر متر لكل ثانية ما سرعة القطعة بعد اربع ثواني يعني عندي تي تساوي اربع ثواني وما المسافة التي قطاعها خلال هذا الزمن طلباته ابغى السرعة النهائية بعد اربع ثواني وابغى المسافة التي قطاعها الجسم بعد اربع ثواني ايضا وكيف تختلف اجابتك عن المسألة اذا قمت باختيار النظام الاحداثي بحيث يكون الاتجاه المعاكس هو الاتجاه الموجب يعني اذا انت بدأت الان بحل المسألة بالاتجاه الموجب الى اعلى كيف ستتاير النتائج اذا كان الاتجاه الى اسفل ولكن كما ذكرنا نحن في قناة ولا ابسط سنختار دائما الاتجاه الموجب فيما يخص السقوط الحر الى اسفل هذا هو الاتجاه الموجب بالنسبة ما سرعة القطعة بعد اربع ثواني طبعا طلب مني السرعة النهائية واداني السرعة الابتدائية والزمن فاذا اننا هستخدم القانون اول اكتب انه VF تعطينا VI زائد A في T طبعا الA عندنا شيء هنا هي التسارع الجاذبية الارضية اذا هستبدلها بحرف الجي طبعا نحن عندنا الاتجاه الموجب الى اسفل والقطعة بتسقط الى اسفل ايضا والحركة في الاتجاه الموجب اذا الجي هنا موجبة فروح اكتب اعوض اكتب انه VF تعطينا VI اللي مقدارها الصفر لانه اسقطه صفر زائد 9.8 موجبة لانه في نفس الاتجاه ضرب الزمن اللي هو بمقدار 4 اذا هذا حيعطينا 9.8 في 4 ويساوي 39.2 متر لكل ثنة هذه الفقرة A ما المسافة التي تقطعها القطعة خلال هذا الزمن المطلوب المسافة كله عليها استخدم القانون رقن 2 فحكتب ان المسافة delta D تعطينا V الابتدائية في T الزمن زائد نص G في T تربية طبعا نفس الطريقة التسارع هنا موجب لانه في نفس الاتجاه طبعا عندنا السرعة ابتدائية مقدارها صفر اذا هذا المقدار مقداره صفر فحيكون عندي القانون كالتالي بأن المسافة تساوي نص في G في T تربية اللي هي F تربية وتساوي سواء كتبت F او لا ما يفرق نص في 9.8 في الزمن تربية الزمن يعني اربعة الكل تربية طبعا هذه الرياضيات هنطلق اول شيء ابدأ بالأس فحتسير نص في 9.8 في 16 ثم اجري العملية الحسابية سأجد بأن المسافة تساوي 78.4 لتر طبعا لاحظوا ان هنا طلب المسافة وليس الازاحة فهي كمية قياسية ووجدناها من غير اتجاه ولو طلب الازاحة 78.4 الى اسفل سؤال رقم ثلاثة كيف تختلف اجابتك في المسألة السابقة اذا قمت باختيار النظام الاحداث بيكون اتجاه المعاكس والاتجاه الموجب نحن اخترنا الاتجاه الموجب الى اسفل ولكن الآن نبغانا نختار الاتجاه الموجب ليكون الى اعلى ما هي التغييرات التي ستحدث طبعا ستتغير الكميات المتجهة فقط فعندنا السرعة النهائية ستكون في اف تساوي كانت موجبة فستصبح تساوي ناقص 39.2 متر لكل ثانية اما الفقرة بي فهي مسافة فستكون كما هي لانها كمية قياسية وتساوي 78.4 متر كذا انتهى حال المسألة مسألة رقم 42 يسقط اذا نفس الطريقة السرعة الابتدائية عندنا هنا تساوي صفر فحكت بانه في او تساوي صفر طالب كرة من نافذة ترتفع اذا نعطاني هنا الارتفاع دلتا دي تعطينا ثلاثة ونص متر عن الرصيف ما سرعة لحظة ملامستها ارضية الرصيف يعني ابغاء السرعة النهائية عند العمارة زي كده وهذه النافذة والطالب اسقط القطعة الى الارض ابغاء سرعتها قبل الارتطاع طبعا ساختار الاتجاه الموجب الى اسفل اذا عندنا هنا جي ستكون موجبة لانه في نفس اتجاه الحركة ساستخدم لحل هذه المسألة القانون الثالث اللي يقول VF تربيع تطينا VI تربيع زايد اثنين جي دلتا دي ال VI عندي تساوي صفر الجي موجودة زايد تسعة فاصلة ثمانية والدلتا دي موجودة كل اللي علي اني انطلق في التعويضات فحكتب VF تربيع تعطينا VI تربيع زايد اثنين جي في دلتا دي فهذا ستكون صفر زايد اثنين في تسعة فاصلة ثمانية في ثلاثة فاصلة خمسة اذا هذا سيعطينا انه VF تربيع تساوي ثمانية وستين فاصلة ستة كيف اوجد ال VF كل اللي علي ان ااخذ الجذر التربيع للطرفين فحكتب انه VF تعطينا جذر ثمانية وستين فاصلة ستة وهذا سيعطينا انه السرعة النهائية VF تساوي ثمانية فاصلة ثلاثة متر لكل ثانية وانتهى حل المسألة مسألة رقم ثلاثة واربعين قذفت الآن اذا عندي سرعة ابتدائية كرة تنس رأسيا لأعلى بسرعة ابتدائية اذا عندي السرعة الابتدائية تعطينا 22.5 متر لكل ثانية وتم الامساك بها عند الارتفاع نفسه مدام عند الارتفاع نفسه ستكون السرعة مقدارة عند الامساك بها 22.5 متر لكل ثانية وثم الامساك بها عند الارتفاع نفسه الذي قذفت منه فوق سطح الأرض يعني صار تماما انه عندي شخص قذف كرة الى اعلى وطلعت وجات نازلة وامسكت في نفس الارتفاع عن سطح الأرض السور رقم واحد طلب مني قال لي ما الارتفاع الكلي الارتفاع الكلي يعني يبغى دلتا دي وقلنا ما يطلب مني الارتفاع الكلي يعني اعوض بالسرعة النهائية تساوي صفر الزمن الذي استغرقته الكرة في الهواء لحظه في الهواء يعني يبغى اني احسب زمن الطلوع زائد زمن النزول يعني يبغى الزمن الكلي وقلنا هذه الطريقة كيف انك تحسب الزمن حق الصعود او النزول ثم تضرف اثنين اذا لحساب الارتفاع سأستخدم القانون الثالث اللي هو VF تربيع تعطينا VI تربيع زائد 2GD طبعا الVF عندي لانه زي ما قلت سأقول السرعة تساوي صفر لانه اعلى ارتفاع والVI عندي والG عندي بامكاني اغير ترتيب هذا القانون لارجاد اعلى ارتفاع لكن الملاحظة التي تهمني هنا جدا مهمة بان الجسم اذا كان نحن اخترنا الاتجاه الموجب الى اسفل والان الحركة التي سنستخدمها لقياس المسافة هي الحركة الى اعلى بمعنى ان الجي هنا ستكون ناقص 9.8 ارضى بعملات التعويض فحكت بالنوع VF تعطينا VI تربيع ناقص 2G D طبعا مطلوب اني اوجد ال D فكيف اقدر اخليها الوحدة فلازم ان انقل ال VI الطرف الثاني بالسالب ثم اقسم على ناقص 2G فحيكون شكل المسألة كالتالي انه D ستساوي VF تربيع ناقص VI تربيع على ناقص 2G هذا هو تغيير القانون ويمكن لك الرجوع الى الحلقة الخاصة بتغيير شكل المعادلة لإيجاد المجهور الان كل عليه نعود فحكتب ان السرعة النهية طبعا صفر والسرعة ابتدائية تعطينا 22.5 الكل تربيع على ناقص 2 في 9 فاصل 8 هذا سيعطينا طبعا ناقص 506 فاصل 25 على ناقص 19 فاصل 6 طبعا عندنا الناقص سيروح مع الناقص وهذا سيعطينا بأن المسافة تساوي أو الارتفاع الذي وصل إليه الجسم يساوي 25 29.8 لتر الآن نحسب الزمن الذي استغرقته الكرة في الهواء فاستخدم القانون الأول اللي يقول أن VF سرعة النهية تعطينا السرعة الابتدائية ناقص GT ليش ناقص لأننا في عكس اتجاه الحركة طبعا كل علي طلع الزمن فكل اللي علي أنقل V A الطرف الثاني فحكته بأن T تساوي VF ناقص VI على ناقص G وأعوض فحكته بأن VF السرعة النهائية تعطينا الصفر لأن بحسب زمن الصعود الآن ناقص السرعة الابتدائية 22.5 على ناقص 9.8 وهذا سيعطينا أن الزمن الصعود فقط يساوي 2.3 ثاني إذن الزمن الكلي حرمز ه بالرمز T يعطينا V2 وسيساوي 4.6 ثانية وانتهى حل المسأل سوى الرقم 44 قمت برمي كرة بشكل رأسي إلى أعلى فإذا كان أقصى ارتفاع أعطاني أقصى ارتفاع دل تدية تعطينا ربع متر ما السرعة الابتدائية للكرة يبغى السرعة الابتدائية للكرة إذا أمسكت الكرة عند الارتفاع نفسه الذي أطلقتها منه فما الزمن الذي استغرقته في الهواء يعني إبغى الزمن الكل إذن عند الكرة قمت برميها إلى أعلى ونزلت مرة أخرى فأعطاني الارتفاع وطلب مني السرعة الابتدائية طبعا مدام أعطاني الارتفاع يعني فلازم استخدم حقيقة بأن السرعة النهائية تساوي صفر عند أقصى ارتفاع واستخدم القانون اللي هو VF تربيع يعطينا VI تربيع ناقص 2G دلتا D لماذا ناقص لأنه الآن أنا أحسب زمن الصعود وهو عكس الاتجاه الموجب اللي اخترت أنا إلى الأسفل فأنا عند الVF تربيع تساوي صفر وعند الG وعند المسافة وأقصى ارتفاع بإمكاني أستنتج قيمة الVI كل اللي عليها الآن عشان أطلع الVI يخليها لوحدها أنقل الطرف هذا بالكامل إلى الطرف الآخر فحكت بأنه VI تربيع تعطينا VF تربيع زائد 2G دلتا D لأنها كانت سالبة فتنقل موجب والآن كل اللي عليها أنطلق في التعوض نبدأ وعند نعوض الVF طبعا تساوي صفر زائد 2 في 9.8 في أعلى ارتفاع اللي هو ربع متر إذن هذا سيعطينا بأن VI تربيع تساوي 4.9 لإيجاد الVI كل اللي علينا أخذ الجذر التربيع للطرفين فحقول أن الVI تعطينا جذر 4.9 إذن هذا سيعطيني أن السرعة الابتدائية تساوي 2.2 متر لكل ثاني فقربا إذا أمسكت الكرة عند الارتفاع نفسه الذي أطلقتها منه فأنا سأستخدم نفس الطريقة القانون الأول اللي هو VF يعطينا VI ناقص لأنه عكس اتجاه الحركة سأخذ زمن الصعود G في T المطلوب طبعا مني أنه طلع T فأقول علي أنه غير شكل المسألة وأكتب أنه T تساوي VF ناقص VI على ناقص G أبدأ عوض في حل المسألة أكتب النتي تعطينا VF بصفر لأنه السرعة النهاية أقصى ارتفاع ناقص VI اللي الآن حسبتها اللي 2.2 على ناقص 9.8 طبعا الناقص مع الناقص هذا يعطينا بأن الزمن الصعود فقط زمن الصعود فقط يعطينا فاصلة 2 2 ثانية ولإيجاد الزمن الكل اللي طلب والكرة في الهواء بالكامل فحكتب إنها تساوي VI 2 وتساوي فاصلة 44 ثانية وهذا وحل المسألة مراجعة 3.3 مسألة رقم 45 إذا كان تسارع الجاذبية على سطح المريخ يساوي ثلث تسارع الجاذبية على سطح الأرض فإذا قذفت كرة إلى أعلى من على سطح كل من المريخ والأرض بالسرعة نفسها يعني عندنا هنا الأرض وعند هنا المريخ فلقلنا إنه قذفنا الكرة من على الأرض بسرعة مثلا 20 متر لكل ثانية فنفس الطريقة هنقذفها من المريخ بسرعة 20 متر لكل ثانية إبغانا قارن بين أقصى ارتفاع تصله الكرة على كل من سطح المريخ وسطح الأرض يعني دلتا دي للطرفين وزمن التحليق اللي هو دلتا دي للطرفين طبعا بما أنه التسارع على المريخ أقل من التسارع على الأرض طبعا الكرة عندنا على الأرض ستطلع وتجي نازلة ولكن على المريخ ستطلع إلى مسافة أعلى وتجي نازلة إلى أسفل لماذا تأخذ مسافة أكبر لأنه اللي يمنع الكرة أنها تنطلق إلى الفضاء هو وجود تسارع الجاذبية الأرضية إلى أسفل فكلما كان هذا التسارع كبير كلما كان الارتفاع الذي ستصعد إليه الكرة أقل وكلما كان قليل ستستطيع الكرة أن تقطع مسافة أكبر إذن قارن بين ارتفاع الذي تصله الكرة في كل من سطح المريخ وسطح الأرض سيكون طبعا في سطح المريخ سيكون ارتفاع في سطح المريخ أعلى والزمن أيضا أعلى سيكون الزمن أيضا أعلى لأنه ستأخذ الكرة مشوار طويل عشان ترجع مراء كرة هذا هو حل للمسألة مسأل رقم 46 أفرض النقق قذفت كرة إلى أعلى صفة تغييرات في كل من سرعة الكرة وتسارع طبعا نحن عندنا كرة زي كده قذفناها إلى أعلى المطلوب مني أني أجد تغييرات في كل من السرعة والتسارع أما ما يخص التسارع بما أنه هذا هو سقوط حر إذن التسارع هنا عندنا ثابت في جميع الحالات ويساوي 9.8 أما ما يخص السرعة فإنها في بداية الانطلاق ستنطلق بسرعة عالية ثم ماذا سيحدث ستتباطى الكرة إلى أن تتوقف في أعلى نقطة ثم تبدأ في التسارع مرة أخرى إلى أن تصل لنقطة البداية وحتكون سرعتها النفس سرعة القطر مسأل رقم 47 أسقط أخوك مدام أسقط قلنا إذن السرعة الابتدائية عندنا تساوي صفر أخوك بناء على طلبك مفاتيح السيارة من نافذة الطابق الثاني يعني عندنا زي كده هنا الأرض وهنا أخوك أسقط لك المفاتيح من الدور الثاني فإذا التقطت على بعد 4.3 متر من نقطة السقوط يعني هنا التقطت هنا على 4.3 إذن عندنا دلتا دي تساوي 4.3 متر أحسب سرعة المفاتيح عند التقاتك لها يعني ابغى الفي إف طبعا بكل بساطة ستخدم القانون الثالث الفي إف تربيع يعطينا الفي آي تربيع هذا سقوط والاتجاه الموجب إلى أسفل إذن حيكون زائد 2G دلتا دي أنا عندي الفي آي صفر وعندي الجي وعندي الدلتا دي في مكاني أستنتج الفي إف تربيع حكتب أن الفي إف تربيع تعطينا الفي آي تربيع زائد 2G دلتا دي هذا صفر زائد 2 في 9.8 في الارتفاع 4.3 هذا سيعطينا أن الفي إف تربيع تساوي 84.28 لأجعلها في إف فقط كل اللي علينا أخذ الجذر التربيعي للطرفين يعني جذر 84.28 وهذا سيعطينا بأن السرعة النهائية تساوي 9.2 متر لكل ثانية وانتهى حل المسألة مسألة رقم 48 يتدرب طالب على ركل كرة القدم رأسيا إلى أعلى والكرة تعود إثر كل ركلة فتصطدم بقدم يعني هو يشوتها وتجي رجعت له يخليها تصطدم بقدم فإذا استغرقت الكرة من لحظة ركلها حتى استدامها بقدمه 3 ثواني لاحظوا أن هذا الزمن إشوى الزمن الكل تي توتل تعطينا 3 ثواني ولكن ذكرنا بأن في حل المسائل نحتاج الزمن إما للسقوط أو الصعود فحيكون عندنا الزمن الذي سنستخدمه 1.5 ثانية فقط اللي هو النصف الزمن الكل ما السرعة الابتدائية للكرة يبغى الVI وما الارتفاع الذي وصلت إليه كرة بعد أن ركلها الطالب يعني يبغى دلتا دي الارتفاع الكلي بأنه الارتفاع الكلي إذن لازم هنا في هذه الحالة سأعوض بأن السرعة النهائية تساوي صفر إذن فيما يخص السوار رقم واحد أنا سأستخدم القانون الأول اللي هو الVF تديني الVI ناقص GT لماذا ناقص؟ لأن أنا سأحللها أثناء عملية الصعود إلى أعلى طبعا المطلوب مني الVI والVF أنا سأخذ زمن الصعود حيكون أعلى نقطة الVF يساوي صفر إذن حيكون عندي كل اللي عليه أكتب أنه VI تعطينا G في T لأنه حنقل GT الطرف الثاني من الناقص إلى الزيت أعوض في حل المسألة فهروح أكتب لي حل الفقرة A حكتب أنه VI تعطينا G في T استنتجناها الآن يعني تعطينا 9.8 في واحد ونص وليس ثلاثة ثواني لأنه هو زمن الصعود وهذا سيعطينا أنه VI تساوي 14.7 متر لكل ثانية فيما يخص الفقرة B ما الارتفاع الذي وصلت إليه الكرة سأستخدم القانون الثاني اللي هو D تعطينا VIT ناقص نص GT تربية لش ناقص؟ لأنه الآن بنحلل الحركة في الصعود إذن حروح أعوض أكتب أنه D تساوي VI تابعنا استنتجناها 14.7 في واحد ونص لأنه نصف الزمن ناقص نص في 9.8 في واحد ونص أيضا الكل تربية كيف نحل المسألة؟ هطلع الناتج هذا ثم الناتج هذا ثم أطرحهم من بعض لأنه عمليات الجمعة الطرحية آخر عمليات ننجزها فحيكون الحلقة التالية هكتب أنها تساوي 22.05 ناقص 11.025 وهذا سيعطينا بأن دي أقصر ارتفاع وصلت له الكرة 11.025 متر وكذا نتاح للمسألة مسأل رقم 49 عند قدف كرة رأسيا إلى أعلى تستمر في الارتفاع حتى تصل إلى موقع معين جدا طبيعي ثم تسقط إلى أسفل وتكون سرعتها اللحظية عند أقصر ارتفاع تساوي صفر يعني ستطلع زي كذا وتجي نازلة السرعة اللحظية هنا الفي تساوي صفر متر لكل ثاني سؤال هل تتسارع الكرة عند أقصر ارتفاع طبعا إجابة هذا السؤال ذكرناها أنه نعم تتسارع صمم تجربة لإثبات صحة أو خطأ إجابتك أنا محتاج أن نصمم تجربة بما أن السرعة غيرت اتجاهها من أعلى إلى أسفل فعمليات التغيير هذه لا تتم إلا في حالة وجود تسارع إذن يوجد تسارع عند أعلى ارتفاع طبعا كده خلصنا من شرح السقوط الحر وشكرا لكم وللتذكير سيتم حذف هذه الحلقة بعد انتهاء الاختبارات النهائية ونعتذر عن ضعف جودة التسجيل بزاكم